السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع جميل للزكاة الاصطناعية مختصة بالكتابة الاكاديمية والمقالات. هو معتمد على شات جي بي تي وممكن يكون معتمد على منصات اخرى للزكاة الاصطناعية. الفكرة كلها انه هو بيتخصص فيه الزكاة الاصطناعية. بيساعدك في كتابة الحاجات الاكاديمية او الكتابات العادية حتى. ويمكن يديك ملاحظات او تعليقات عشان تحسن الكتابة. فيه مساعد شخصي لكتابة المقالات بحيث انه هو يعمل لك اكمال تلقائي لأي حاجة انت كتبتها. كتبت جملة فهو يبدأ ان هو يكملها لك. ممكن يعيد لك سيغل للنصوص. ممكن يحسنها لك. ممكن يشرحها لك. ممكن يصغرها. يلخصها. يحول كل نقطة لنص متفاصل. استشهاد تلقائي. لو انت بتغير على الحاجة يبدأ يجيب لك المراجع بتاعتها. يعمل لك فحص للحياة اللي انت كتبها. هل هي موجودة في مراجعة تانية بالنص ولا حصل عليها تعديلات. فيه اول كترة في الذكاء الاصطناعي. التوليد افكار. تحرير النصوص. فيه مراجعة لنحو القواعد اللي املاقية. لو فيه اي استشهادات يقدر انه يوجد ها لك. فهو اداة. زي ما احنا كنا متعودين على الشرط جي بيتي. لكن هنا بقى الموضوع اسهل. فممكن وانت شغال تروح اقول له انا عايز مسلا اكتب المقدمة. فيه يكتب لك المقدمة. احط لي سيكشن. يبدأ يحط لك سيكشن. فهيساعدك كتير في ان انت تحسن الكتاب بتاعتك تحسن البحث الاكاديمي بتاعك. وهكذا. زايد ان هو بيجيب لك المراجع. عكس شغال تبتي ممكن يجيب لك كلام كتير قوي. ولما تدور عليه ما تلاقلوش اي مراجع وتلاقي الكلام باش مظبوط. فانا هكون احسن. بيضحص بيبدا يقول لي الكلام ده مكتوب بالشكل دوت في مكان تاني. فمحتاج ان انت تتعمل له عدد سيئة. عشان لو انت مقدم لأي كلية او اي اا اكاديمية مجلة بيبدأ ان هو يفحصوا. تمام? طيب. السؤال المعتاد بكام? بتبدأ بمجاني. يعمل لك اي اي اكشن بير ويك كل زبوع. وهنا لو بفلوس هيحسب لك يعني تقريبا تسعة دولار في الشهر. لكن اي لو انت يا راجل متخصص في المجال الاكاديمي فيسهل عليك كتير. يبدأ يديك طرحات للتعديلات معينة بحيس ايه? لما تبعت المقالة تكون متوفى عليها. لو عندك اي موقع حلو زي الموقع ده ياريت اكتبوا لنا في الكومنتات ان شاء الله.